خلال خمسة عقود كانت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر قد توارد خلف حجاب من السياسات الخاطئة التي ارتكبت الأنظمة الجمهورية المتعاقبة فيما بقيت الاحتفالات بذكرها لتتجاوز الفعاليات الرسمية التي كانت مناسبة جيدة لتمجيد الحاكم وتكريس صورته وحضوره هذا ما كان يحدث طوال فترة حكم الرئيس المخلوع الذي كان يمضي بالبلد في اتجاه معاكس لثورة سبتمبر وأهدافها بعد أن تحولت البلد في عهده إلى إمامة جديدة بطريقة ملتوية في مفارقة واضحة كانت لحظة التي أعادت الحضور المتوهجة لثورة السادس والعشرين من سبتمبر هي لحظة سقوط البلد هكذا يصدق القول المأثور بأضادها تتميز الأشياء وخلال ثلاثة أعوام من تحكم سلطة ميليشيا الحوثي ذات النزعة الإمامية أعاد اليمنيون اكتشاف ثورتهم الأم وعاد سبتمبر للواجهة مجددا عملت الميليشيا خلال الثلاثة أعوام من الماضية على استحذاث الخطى باتجاه العودة لما قبل سبتمبر 62 وعادة بعث الإمامة وتاريخها الأسود إلا أنها جوبهت بردة فعل شعبية واسعة على نحو المعاكس وجدت ميليشيا الحوثي نفسها في مواجهة ذاكرة شعبية تستعيد الموقف من الإمامة وبدأ الموقف الشعبي من جماعة الحوثي ومشروعها أصعب عليها من موقف القوى السياسية التي كانت عاملا مساعدا في سقوط البلد في يدها قبل ثلاثة أعوام تبدو ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر هذا العام متوهجة كما لم تكن من قبل فحضورها الشعبي أهدافها وشعاراتها ورجالها حاضرة في المشهد كما لو أننا عدنا خمسين عاما إلى أحد الأيام التالية للثورة لحظة كانت المواجهة مع الإمامة على أشدها وهو ما يحدث الآن فعلا مع النسخة الجديدة منها